بالهاشتاغ والحدث السوري الذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهو أوقف ترحيل السوري القضية التي شغلت الرأي العام هي اعتقال ثمانة سوريين في الجزائر كانوا يريدون العبور إلى إسبانيا عبر أراضيها ليتم القبض عليهم تم التواصل مع أحد الموقوفين وذكر من خلال كلامه بأن المحكمة حكمت عليهم بالبراء ولكن تم القبض عليهم مرة أخرى من قبل الشرطة التي تريد ترحيلهم إلى سوريا وبشكل إجباري أضاف أيضا أن الرجوع إلى سوريا يعني الأعدام خلينا نستمع إلى مناشدة هذا الموقوف ونعود نعتذر عن الخطأ الفني ناشد ناشطون وفنانون سوريون جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للتدخل ومنع ترحيل عدد من اللاجئين السوريين من الجزائر إلى مناطق النظام وشارك نداءات الاستغاثة الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان والذي أعرب عن مخاوفه من أن يتم تسليم هؤلاء السوريين الثمانية للنظام وأرفق في منشور على حسابه على فيسبوك يتعلق بالموضوع ذاته طبعا هذا هو المنشور خلينا نشوفه سوا هذا هو المنشور منشور طبعا طويل مثل ما شايفينه تحت هاشتاغ أوقف ترحيل السوريين أوقف ترحيلهم وأرفق أيضا صورة للمعتقلين يمكن نشوفه لاحقا أيضا لهذه الصورة من خلال التعليقات كتب مفصلا عاجل 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 مناشدة لكل الحقوقيين والمنظمات الإنسانية والإعلاميين وأي صاحب ضمير ثمانية سوريين منشقين عن النظام السوري ومهددين بالترحيل إلى سوريا من الجزائر كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا فتم القبط عليهم يقولون إن المحكمة قامت أو حكمتهم بالبراءة ولكن تم القبط علينا مرة أخرى طبعا على لسانهم وتريد ترحيلنا إلى سوريا إجباريا والرجوع إلى سوريا يعني الإعدام نطالب من كل السوريين والمنظمات الإنسانية ومن لهم تأثير التدخل العاجل والسريع وهم حاليا بسجن التسفيرات بوهران أخفر الشرطة الكبير ويمنشدون العالم والشرفاء إنقاذهم ومساعدتهم قبل أن يتم تسفيرهم إلى الموت وأن يستطيع مساعدتهم يمكنه التواصل معنا فورا وطبعا حتى هاشتاك شارك هذا البوست مجموعة الإنقاذ الموحد وأوقفه ترحيل السوريين وأوقفه ترحيلهم نتابع بعض التعليقات حول هذا الموضوع وإلكتب حسبنا الله هو نعم الوكيل بالنسبة لهذا الموضوع بدون ناس عندهم معارف لأنه قبل هالموضوع في عالم وقعوا بنفس المشكلة ودخلت ناس حقوقيين لحتى مشي الحال أيضا تعليق آخر أستاذ عبد الحكيم الجزائر فيه قانون بالنسبة لأي جنسية داخلة من المطار فممنوع تسفير أما اللي داخل تهريب بدون ختم دخور رح يتسفر على حدود النيجر وأغلب اللي عم يتسفروا عم يرجعوا أيضا تعليق آخر من خديجة كاتبت يعني بأي حق عم يحكموا على إنسان بالموت نعي كاتبت كأن العرب يتغنون بالنخوة أو كانوا يتغنون بالنخوة وإغاثة الملهوف اليوم أصبحوا يغيثون القاتل أما هبافة كاتبت بإذن الله ما يتسلموا للنظام السوري لأنه معروف رح يقتلهم أكيد رح يترحلوا لبلد آخر النظام الجزائري رغم عيوبه ليس بقاتل طبعا هذه الكثير الكثير من التعليقات التي جاءت على هذا البوست بس خلينا نحن نرجع على الكليب ونسمع مناشدات هؤلاء الشباب مجموعة من السوريين دخلنا إلى الجزائر خلصة بهدف العبور إلى أوروبا فتم القبض علينا يوم الجمعة بتاريخ 11 سن بتهمة دخول خلصة فتم تحويلنا إلى القضاء فالقضاء أعطانا إخلاء السبيل مع دفع قرامة مالية فرجعت الشرطة هنا اسمها الشرطة الكبيرة باحتجازنا ووضعونا في مكان تجمع للترحيل يعني اسألنا واستفسرنا قال من هذا المكان نستنى وراكم تنبعث القنصلي السورية للترحيل نحن مجموعة معرضة للخطر نحن ناشد المنظمات الإنسانية ناشد الجميع للتدخل وتوقف الترحيل أخي الكريم نحن بحالة حرجة شديدة ووضع سيء إلى الغاية هاشتاغ أوقف ترحيل السوريين تصدر اليوم قائمة الهاشتاغات على الصعيد العربي والسوري واستخدموا عدة شخصيات للمطالبة بفك أسر السوريين الثمانية أو عدم تسليمهم للنظام فمثلا خلنا نشوف أول شيء هذا هو الهاشتاغ أوقف ترحيل السوريين طبعا الكثير من الشخصيات كما ذكرنا علقت وغردت على هذا الهاشتاغ خلنا نشوف بسام جعار المعارض السلطات الجزائرية سترحل ثمانية سوريين كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا المحكمة برأتهم لكن تم القبض عليهم مرة أخرى من قبل الشرطة وتريد ترحيلهم من وهران إلى سوريا في انتهاك للمواثيق الدولية تحت هاشتاغ كما ذكرنا أوقفوا ترحيل السوريين طبعا هذا التعليق يبين صورة السوريين المحتجزين في سجن السفيرات بالجزائر تحت هاشتاغ أوقفوا ترحيل السوريين أيضا سدرة غردت مناشدة لكل الحقوقين والمنظمات الإنسانية والإعلاميين وأي صاحب ضمير ثماني سوريين منشقين عن النظام السوري مهددين بالترحيل إلى سوريا من الجزائر كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا فتم القبض عليهم أيضا كثير من التغريدات كانت قد كتبت فقط الهاشتاغ أوقفوا ترحيل السوريين كما نشاهد إلى موضوع ليس بالبعيد أبدا عما تناولناه في الملف الأول وهو التخوف أيضا من موضوع العودة إلى مناطق النظام للأسف أيضا قصة محزنة لزوجان سوريين أو لزوجين سوريين هؤلاء تم مؤخرا نشر صورة تظهر زوجين عائدين من هولندا وهم محمد حسين حلاوة وزوجته هدى سهيل عبدول الذين فقدا بعد عودتهم من هولندا إلى دمشق حيث خرجوا من منزلهم الكائن في منطقة الصناعة إلى منطقة الميدان وذلك بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر يعني هذا الشهر وإلى اليوم لا توجد أي معلومات عنهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر بكثرة حيث هناك الكثير من التعليقات والتغريدات التي رصدناها التعليق الأول من قليل للواحد لكان ما عم يفكر يرجع أبدا ولا بتخطر عباله هيك فكرة يا حرام بس أيضا تعليق عصابة أمنية خطفتهم الوطن صار غابة سكانها حيوانات مفترسة وضحاياها الضعفاء تعليق من محمد يعني اللي عايش بهولندا شو منزلوا على البلد خاصة بهيك ظروف أم شاهيكة بيت بيكونوا ضبوهم شفتوا المغترب ليش بنقلوا لا ترجع أيضا أم عمر أكيد بشي فرع أمنية حرام على المغتربين شو عم يصير فيهم يعني الكثير من التعليقات المتضامنة مع هذان الزوجان للأسف نتمنى فعلا أنه نعرف مصيرهم قريبا